هلو وشلونكم؟ ثلاث تنسيقات تقدر تربح منهم من اليوتيوب وبنفس الوقت تعتبر منصة تمارس بها آرائك بفرية وإبداعية وتقدر تبني قاعدة جماهرية خاصة بيك وتتواصل وياهم أول تنسيق هو الفيديوات الطويلة وهي الفيديوات اللي يكون مدتها أزيد من دقيقة لأن الفيديوات اللي جو الدقيقة تعتبر على شورت يوتيوب يعني فيديوات تكون بالطول هذا النوع من الفيديوات الطويلة يكون تصويرها بالعرض يعني أنت من الصور تكون بالعرض المقاس ماته رح يكون 16 على 9 تقدر تبدي بيها مواضيع مختلفة مثلا موضوع من اختصاصك أو تقدر تبدي تصور في فيديو رائج مثلا فيديو تريند يكون حدث يكون آني بشكل آني تقدر تصوره وطبعا تقدر تصوره بجودة عالية توصل للحد 4K وهذا النوع من الفيديوات تقدر تصوره باستخدام كاميرا خاصة أو باستخدام حتى تليفونك المهم يكون المحتوى مالتك يعني مو محتوى منقول مو محتوى تجيبه من غير قناة أو محتوى تجيبه من فيلم أو تنشره لازم يكون من تصويرك وبصوتك أنت تشوف الطريقة اللي تناسبك حتى تبني قاعدة جماهرية خاصة بيك وتحل مشاكل جمهورك وتصورها ليريدك وتقدر تسوي هيك نوع فيديووات مثلا فيديو عام على موضوع معين أنت الطرحة موضوع أنت حابة تحب تشاركي ويا جمهورك أو مثلا فيديووات أسئلة وجوة يعني تسأل تخلي جمهورك مثلا يسألك أسئلة وأنت تجاوبهم أو مثلا بودكاست يعني لقاء بين اثنين على موضوع معين يكون يحشون المهم هو هذا النوع من الفيديووات يسمى الفيديووات الطويلة مثلا أنت هواياتك بالألعاب فتقدر تستثمر هذا الشي بإنتاج فيديووات يتابعها للشخص اللي يحب هذا الموضوع إلى آخره من الهوايات اللي تقدر أنت تستفاد من عده بإنتاج الفيديووات اللي تكبر قناتك نصيحتي إليك أبدي بالإمكانيات المتوفرة عندك مثلا أنت لا تنتظر كاميرا تشتريها كذا مبلغ أنا موضوع تصور لا أبدي بالتليفون اللي عندك موضوع الإضاءة مو إلا أنا أشتري سوفت بوكس أو رينج لايت أعتمد مثلا على نافة الشمس كبداية بعدين طور المهم استمر لا تقطع أنتج فيديووات ولا تتعاجز الحد ما توصل إلى نقطة أنه تصعد بيها قناتك وتحقق النجاح بس أهم شغلة اهتم بالوصف وعنوان الفيديو والصورة المصغرة اللي تستدرج المشاهد بحيث يزيد عدد مشتركينك ويظل يتابعك جمهورك ثاني تنسيق هو تنسيق فيديووات الشورت يوتيوب هذه فيديووات الشورت يوتيوب مثل فيديووات التيك توك أو ريلز فيسبوك أو ريلز انستجرام تكون الفيديووات بالطول يعني مقاس التصوير يكون 9 على 16 تقدر تصور هيتش فيديووات عن طريق مهاراتك وتقدر تستدرج المشتركين جدد وتحافظ على جمهورك السابق هذا النوع من الفيديووات يكون كلش صغير فحاول تستغل الثواني الأولى بحيث تخلي عنصر التشويق وما تخلي ملل بالفيديو وتخلي المشاهد يكمل الفيديو للأخير بما أن الفيديو هو أقل من دقيقة فأول ثواني ركز عليها ولا تخلي المشاهد يعبر هذا الفيديو وبهذا التنسيق تقدر تستفاد من فيديواتك الطويلة وتحولها إلى شورت يوتيوب شلون؟ أكو ميزة أسفل الفيديو مالتك الطويل اسمها ريميكس تقدر تدخل إليها وتقدر تقطع مقطع من فيديوك الطويل نفسه وتحولها إلى شورت يوتيوب وتشرب قناتك وبهذا الطريقة أنت راح تستفاد أنه أولا هاي الفيديوات الطويلة راح أيضا تحولها شورت يوتيوب راح تزيد مشاهداتك وتقدر أيضا من خلال هذا شورت يوتيوب يشوفون الفيديو مالتك الفيديو الطويل مالتك فأنت استخدم هاي الميزة حتى تطور قناتك التنسيق الثابت أصدقائي هو تنسيق البث المباشر وطبعا من اسمه يكون بشكل فوري يعني أنت تمارس مهاراتك وبداعاتك بشكل مباشر ويا جمهورك وتقدر بأي وقت وبأي مكان أنه تنتج فيديوات بث مباشر وتقدر تتواصل ويا جمهورك من خلال دردشة عامة خلال الفيديو وتقدر تجاوب على أسئلتهم وتقدر تتواصل وياهم وطبعا لازم تكون محدد وقت للبث المباشر حتى جمهورك ينتظرك وحتى يزيد التفاعل على الفيديو وتقدر أنت تبدي بأي تنسيق بيهم أو تقدر تخليهم كلهم سوى يعني تقدر تنشر فيديوات طويلة وفيديوات شورت وبث مباشر سوى أو تقدر تخصص قناتك مثلا الفيديوات الطويلة أو الفيديوات الشورت أنا نصيحتي إليك أنه تخلي قناتك مخصصة يعني إذا تختار تفتح قناة خليها للفيديوات الطويلة ما كمانو عنه تخلي بث مباشر والفيديو الطويل بس لا تجمع لتنين الفيديو الطويل والفيديو يعني الشورت يوتيوب وبنفس القناة لأن أنا شفتها أكون موضوع الاربين لا يأثر على الارباح فأني أشوف أنه تبدي قناة خاصة بالفيديوات الطويلة إذا رأيت حبيت يعني أو عدك مهارات بالشورت يوتيوب أبدي بقناة خاصة بالشورت يوتيوب ما كمانو عنه تنشر فيديوات قليلة شورت يوتيوب لكن لا تكتر حاول تخلي قناتك بس للفيديووات الطويلة وما كمانع مثل ما قلت لكم أن نسوي بث مباشر ويا الفيديووات الطويلة أصدقائي كتبونا بالتعليقات على أي مشكلة تواجهكم بإنتاج الفيديووات أو مشاكل تخص اليوتيوب وإن شاء الله نصور لكم فيديووات الحلقات الجاية لهنا حبايب انتهي الفيديو ومالفنة لا تنسوني اللايك لا تنسوني الاشتراك أخوكم عادل رباية يمانا